بسم الله الرحمن الرحيم المحاضرة الخامسة المدود الجائزة ونبدأ بالنوع الأول منها وهو المد الجائز المنفصل وسمي منفصلا لانفصاله في كلمتين أي يأتي حرف المد في كلمة ويأتي الهمز بعده في كلمة ثانية وسمي جائزا لجواز مده وجواز قصره وكما هو معلوم عند القراء أن القصر حركتان وصورته أن يأتي حرف مد في كلمة وهمزة في كلمة ثانية أي حرف المد في نهاية الكلمة الأولى والهمزة في بداية الكلمة الثانية ومثاله بالنسبة للألف يا أيها والواو قالوا إن وليا إني أريد ومقدار مده القصر حركتان التوسط أربع الطول أو الإشباع خمس حركات ولورش عن نافع ست حركات الطول وشاهده من التحفة وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل والنوع الثاني من أنواع المد المنفصل أيضاً المد مد الصلة الكبرى وصورته أن تأتي هاء الكناية مضمومة أو مكسورة بين متحركين وبعدها همز في كلمة أخرى وبهذا يزيد على الصلة الصغرى التي مرت معنا أن الصلة الصغرى لا همزة بعد حرف المد أو بعد هاء الضمير هاء الكناية ومثال مد الصلة الكبرى كما في قوله تعالى من دونه أولياء فهنا أتانا هاء مكسورة من دونه في كلمة وأتى بعدها همز في كلمة ثانية ومثال آخر قوله تعالى عنده إلا بإذنه فجاءنا هاء الضمير عنده وبعده همز في كلمة ثانية مقدار مده كما أسلفنا القصر حركتان التوسط أربع الإشباع أو المد خمس حركات أما عند ورش ففيه بالنسبة للإشباع خمس أو ست حركات وشاهده من التحفة شاهد مد الصلة الكبرى نفس شاهد المنفصل أي قوله وجائز مد وقصر انفصل كل بكلمة وهذا المنفصل بل يسمى مد الصلة الكبرى منفصلا أيضا والحمد لله رب العالمين